الركن الأول من أركان الإسلام أول لنه الركن دا إسلام دا أركانه شهادة اللا إله إلا الله أي لا أحد يستحقن يعبد إلا الله دا دي خبري قواهي واركولك لا إله إلا الله معناه دا دا تهيس سوق دا دي مستحق نديك عبادتي وشي مغر صرف يو الله نعم أكفر بجميع ما عبد من دون الله وثبت العبادة إلا أحد الله شريكة دا الله نبغير جا دا هر جا عبادت كيغي أغطولو تكافر ويما صرف الله رب العالمين عبادتكم كل ما عبد من دون الله عبادته باطلة دا هر هغشي عبادت جا دا الله نبغير كيغي دا غي عبادت باطلة والذي يستحقن يعبد هو الله أغمستحق دا عبادت جا دي أغصرف الله رب العالمين لا إله إلا الله بناء دا لا إله إلا الله ويلا دا أساس دي بنياد دي هذا البناء يقوم على ركنين على عمودين دا بنياد پا دوستانو باند ودريغي العامود الأول تنفي تكفر بجمع معبد من دون الله العامود الثاني تثبت العبادة لله وحده لا شريك ونشهد أن محمد عليه الصلاة والسلام هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام من عبد النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يشهد أنه عبد ومن كذب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يشهد أنه رسول ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبره ونشتنب نبتعد غاية البعد عن كل ما نها عنه عليه الصلاة والسلام ونشتنب نبتعد غاية البعد عن كل ما نها عنه عليه الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم نتبع ولا نبتدع والله أعلم أو عبادت بدأ الله رب العالمين بها غا تريقا بان دي كوجه كما تريقا رسول الله صلى الله عليه وسلم راور إذا ده اتباع بكو بل كبدعد بنكو